النهاردة فيه 3 مباريات تحديداً في الدورة المصري ابتدت المباريات الساعة 2 ونص بمباراة الجونة والمقاولين العرب وانتهت المباراة بفوز المقاولين 3-2 عشان يعود للانتصارات وأعتقد المباراة كانت مميزة جداً المقاولين كان متقدم 3 والجونة رجع في المباراة لكن المباراة انتهت بفوز المقاولين 3-2 الإسماعيلي وإمبي مباراة ابتدت الساعة 5 بالضبط قبل دقيقتين من دلوقتي ومازال التعادل السلبي مباراة مهمة للفرقتين والاتحاد السكنداري مع أسوان الساعة 7 ونص مساء ده بخصوص الدورة المصري تعالى بقى الدورة الإنجليزية النهاردة فيه 4 مباريات في إطار استكمال الجولة رقم 25 من هذه المسابقة وستام يونايتد فاز على توتنام 2-1 في مباراة بتدت الساعة 2 للدهر وأعتقد مريني وآخر 6 مباراة مع توتنام فاز مباراة وحيدة وخسر الباقي لو أنا الإحصائية بالنسبة لي صحة يعني في الحقيقة لكن نتائج مهتزة بالنسبة لتوتنام في هذه البطولة تعالى نروح لأستون فيلا مع ليستر سيتي شوط الأول انتهى بتقدم ليستر 2-0 على ملعب الفيلا باركس ومباراة تبتدت الساعة 4 العصر أرسنل مع منشستر سيتي مباراة مهمة جدا وقوية جدا هتكون الساعة 6 ونص منشستر ينايتد مع نيوكاسل ينايتد الساعة 9 بالليل أما بخصوص الدوري الأسباني ففي أربع مباريات النهاردة منهم مباراة خلصت بالتعادل الإيجابي واحد واحد ما بين برشونة وقادش كانت الساعة 3 وبرشونة لسه مستمر في مسلسل الإخفاقات المتتالية ريالس وصداد مع دوبرتيفو على فيز دي مباراة تكون كمان ربع ساعة هوسكة مع غرناطة الساعة 7 ونص وأتليتك بالباو مع فيريال 10 بالليل أما في الدوري الإيطالي ففي عدد من المباريات نبتدي ببرما وأدونيزي مباراة لعبة واحدة ونص وخلصت بالتعادل الإيجابي 2-2 والمباراة المهمة هو درب الغضب ما بين ميلان وإنتر الشوت الأول خلص بتقدم إنتر بهدف للا شيء مباراة تديت الساعة 4 أتلانتا مع نابولي الساعة 7 وبنفينتو مع روما الساعة 10 إلا ربع دي أهم وأبرز مباريات النهاردة في مختلف الدوريات العالمية ترجمة نانسي قنقر